قررت وزارة الصحة سحب كل المستحضرات الطبية المحتوية على مادة رانيتدين والمستخدمة في علاج حموضة المعدة والارتجاع المريئي. وذلك بعد تبوت زيادة تركيز نسبة شوائب من نوع NDMA في تكوينها. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور عبدالله البدر قال إن قرار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب تلك الأدوية جاء بناء على توصية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ونتائج الدراسات الأخيرة ذات الصلة. وأضاف البدر ثبت بمرور الوقت وعند تخزين المستحضرات المشار إليها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة يتعرض المستهلك إلى مستويات أعلى من المسموح بها من هذه الشوائب. ما قد يؤدي للإصابة بمرض السرطان. وأفاد البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية علقت في سبتمبر 2019 تسجيل جميع أدوية رانيتا دين كإجراء احترازي لحين استكمال الدراسات النهائية للكشف عن مستويات هذه الشوائب واعتماد النسب الآمنة والمسموح بها.